أسعد الله وقاتكم أخواني متابعين قناة كاكتوس جوردان على اليوتيوب وعلى الفيسبوك كما عودناكم دائما التطرق إلى مواضيع جديدة تخص نباتات الصبار والعصاريات سيكون حديثنا هذا اليوم إن شاء الله عن نبتة جميلة نبتة تم أطلاق أكثر من اسم لها فمنه من يسميها الليمان بول الصبارة الليمون ومنه من يسميها النوتو كاكتوس أو البرادا ولكن نتفق على أن هذا النوع من الصبار الموجود أمامنا هو من صبار النوتو النوتو كاكتوس تتميز هذه النوعية من الصبار بجمال أزهارها حيث من الممكن أن تشاهد أمامكم لون الأصفر الموشح باللون الأحمر هو اللون المميز لهذه الزهرة الجميلة لهذه الصبارة المتميزة حيث من الممكن أن تنتج هذه النبتة أكثر من زهرة حسب مقدار التخصيب لهذه النبتة خلال مواسم النمو والعناية بها طبعا يصل ارتفاع هذه الصبارة أو البرادو أو الأشينو كاكتوس كما سموها بعض العلماء في السابق إلى من 12 إلى 15 سنتيمتر حيث أنها ذات ارتفاعات كبيرة وعملاقة ما يميز هذه النبتة هو أضلحها كما هو ظهر أمامكم المتعددة من حولها تتراوح عدد هذه الأضلح من 10 إلى 18 ظلع وتختلف ولكن السائد هو من 12 إلى 15 ظلع وتحتوي هذه الأضلح على كمية كبيرة من الأشواك الصفراء التي يصل طولها من صانتي لغاية 2.5 سنتيمتر طبعا تحتاج هذه النبتة إلى الري المتوازن خلال فترة الصيف والتخفيف من الري قدر المستطاع في فترة الخريف وقطع الماء بشكل مباشر وكامل خلال مواسم الشتاء والحفاظ على درجة حرارة لا تقل عن 10 درجة مئوية طبعا طريقة تلقيح زهور هذه الصباريات للحصول على البذور هي طريقة سهلة حيث يتم أخذ حبوب اللقاح من الزهرة كما هو ظهر أمامكم أخذ حبوب اللقاح من زهرة إلى أخرى وتلقيح من الزهرة إلى أخرى لها الحصول على بذور بشكل جيد والممكن التأكد من نجاح عملية التخصيب بأخذ أو قطع حبوب اللقاح بشكل مباشر ووضحها في الميسم في الزهرة الأخرى طبعا هنا أمامنا بعض بعض الزهور التي تم تلقيح حيث نجد نجاح هذه العملية طبعا حدثت قبل ثلاثة أيام ومباشرة تم إنتاج البذور حيث ممكن الحصول على البذور خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع وسنقوم إن شاء الله بعملية تصوير لإنتاج البذور وكفية زراعتها كما تحدثنا سابقا أولا بأول هذا ما لدينا أخواني في هذا الفيديو ولأي استفسرات أو اقتراحات عن هذه النبتة يرجى تركها بالتعليقات وسنقوم بالإجابة عليها في أسرع وقت دمتم بخير أخواني متابعين قناة كاكتونس جوردن أخواني متابعين قناة كاكتونس جوردن